مرحبا وأهلا وسهلا فيكم معكم فيصل في هذا الفيديو إن شاء الله رح نشرح بشكل تفصيلي جدا لموضوع الأرت بوردز في برنامج أدوبي إلستريتر يعني أنا راح إن شاء الله أشرحه بشكل مفصل جدا جدا تابع الفيديو للنهاية حتلاقي شغلات جديدة بتتعرف عليها بطريقة إضافة الصفحات كيف تلغيها بشكل صحيح كيف تضيف البليد كيف ترتب الصفحات لأنه مرات الترتيب في الإضافة بيتغير إن شاء الله هشرحه بشكل تفصيلي جدا طيب هلأ موضوع اسم الأرت بوردز في اللغة العربية يعني فيه ناس بتسميه بتحكيله صفحات الإلستريتر فيه ناس بتحكيله إنه مثلا العمل الفني أو فيه ناس بتحكيله أنا حطت شغلي جوا صفحة يعني إله اسماء كثير لكن هو الاسم الصحيح لإله الأرت بورد أو الأرت بوردز في الإلستريتر طيب خلينا نشوف هلأ مع بعض نبتدي من أول شيء اللي هو في الكرياتي نيو وكيف راح أشرح بداية كيف نتعامل معه من أول ما أنا أضغط كرياتي نيو طيب ضغطت هون الكرياتي نيو عندي أو اختصارها كومند N أو كونترول N على جهزة الويندوز تمام هلأ حيطلع لي بالشكل هاد فأنا عشان أشوف الموضوع الأرت بوردز بشكل مفصل وستنجز أكتر وابشنز أكتر راح أضغط هون على مور ستنجز تمام ضغطنا على مور ستنجز أوكي هلأ معروف انه اسم الفايل عندك هون وهون عدد الصفحات وهون المسافة بينهم وكذا طيب هلأ ممكن انت لما تفتح عندك يبتدي معك في رقم واحد راح تلاقي هون الابشنز كلها مطفية مش مش فعالة مش شغالة انت مجرد ما تضيف خلينا نضيف نحكي هون number of artboards اللي هو عدد الصفحات نضيف 8 صفحات بيبلش هنا منقدر انه احنا نتعكم طيب هشرح بداية هاي اللي هي بالشكل هاد باين لعنا شو هي ولش شكل هايك يعني واحد اثنين ثلاث وكيف بقدر انه انا استغلها او لشو هي بالزبط هتفيدني اوكي هلا احنا عطيت 8 صفحات وحخليه على الخيار الاول هذا اللي هو في بداية الابشنز اللي احنا شايفينهم او الاشارات هاي اللي احنا عطينا طيب هذا السهم جدا مهم اللي هو بيعطيك انه ببلش الترتيب من اليمين للشمال طيب هلا هذا اول واحد اللي انا مختاره اللي هو ببلش انا عندي سيز الصفحة اول اشي 20 في 20 20 سنطي في 20 سنطي وهون اللي هو المسافة بين الارت بورد يعني هو هون سبعة سبعة ميلي لو احنا عملنا سنطي بكون كويس طيب هاي اللي هي اول واحدة اللي هي جرد باي رو بدايتها انه هي بتبلش معك من الشمال لليمين يعني واحد اثنين ثلاث اربعة هينزل معك يعني ببلش واحد اثنين ثلاث اربعة يعني بيعد من اليمين للشمال وبعدين بينزل لتاحت اوكي هلا الخيار هذا اللي هو كولامنتز اللي هو نمبر اف ارت بورد سبير رو يعني هو بيقول لك اني انا بدي احط لك بس ثلاث صفحات جنب بعض انت بتقدر تزيد اذا بدك بس اربعة يعني بصير عندك اربعة من فوق واربعة من تحت فاحنا خلينا هون انحط اثنين فبصير واحد اثنين وبيكمل اربعة لتحت فهلا ببين معنا بس نعطيك create document نضغط create document تمام فمثل ما بيان لنا انه صار اعطاني صفحتين بالعرض واربعة بالطول تمام اوكي نبلش نشوف انه انا كيف بدي اعرف رقم الصفحة مثل ما شرحنا انه بيبلش معي من الشمال لليمين اول اشي لو انت ضغطت بالسهم الاسود هذا على نفس الصفحة واطلعت لتحت هون هتلاقيه معطيك رقم واحد رقم واحد موجود تحت هون تمام ولو ضغطت على الصفحة اللي جنبها هتلاقيه انه اعطاك هون رقم اثنين تمام هتلاقيه انه اعطاك رقم اثنين فكذلك الامر بتصير واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمام هاد كان اول خيار شفنا اللي هو اعطاني من الشمال لليمين وانا اعطيته انه احط لي اثنين جنب بعض واربعة تحت تعد طيب هلأ الارت بوردز تول اللي هي هاي اداة الارت بوردز هلأ مجرد ما انا اضغط عليها بتصير انت تتحكم بالصفحة مثلا لو ضغطنا على اول واحدة فوق هون هتلاقيه اعطاك السايز تحها فوق فانت بتقدر مثلا اتزيحها بتقدر تحركها لكن انا مش راح يعني اتطرق لها هلأ او اشرحها هلأ بدي اشوف بس كيف بقدر اتحكم من الويندو راح ارجع انا هلأ على الكرة ديكمانت نرجع نشوف كيف بقدر اتحكم في الترتيب التاني لكن حابب بس من ويندو نروح على قائمة الارت بوردز ونشوف عنه طيب هلأ هون لاني انا مختار صفحة واحد اخترتها في اداة الارت بورد تول وهون عندي اعطاني عدد الصفحات اللي هي من واحد ل تمانية تمام لو ضغطنا على حلاي راح يصير ينتقلك من كل واحدة لوحدة طيب هلأ في اداة الارت بورد نفسها كمان بتقدر تعمل سليكت اول لكلهم هيك مع بعض عفوا هيك صفة تحت صفة عفوا بس انت بتختار ادارت اداة الارت بورد وبتضغط كومند اي او كنترول اي او من سليكت اللي هي سليكت اول هتلاقي حدد لك كل الصفحات كلها تمام هون عندي انا لو ضغطنا على اول خيار راح يعطيك راح يعطيك اللي هي رقم صفحة واحد واثنين واثلاثة وانت بس تتحكم بالصفحات اللي بدكيها هون هنحرج على اسهم هاي لانها جدا مهمة لكن انا بدي اشرح اول اشي نرجع على create new اشرح الطريقة اللي كنت عم بحكي فيها او الاشارات اللي شفناها احنا اخترنا اول واحدة هلا بنختار تاني واحدة تمام هلا نرجع هون نضغط more settings تمام هلا هاي اللي انا راح اختارها اللي هي عكس عكس اللي اخترتها من شوي اللي هي عكس هاي كيف هاي؟ هاي بتبلش الترتيب بتاعها واحد اتنين تلات اربع لتحت يعني vertical ستة سبعة ثمانية بالضبط فعرفنا احنا اول اشارتين انه انت كيف ممكن تتحكم بترتيب الارت بورتز حسب الشكل المناسب خلينا نشوف الشكل الثالث والاخير اللي هو اول عفوا القبل الاخير اللي هو هاد هاد بيعطيك اياهم اذا لاحظنا راح اختفى الخيار الهوريزنتل او خيار الروز اللي هو يحط لك اياهم جنب بعض فهذا بحط لك اياهم صفحات جنب بعض انا عندي ثمن صفحات راح تلاقيهم الى ثمن صفحات جنب بعض لو اعطيته create document بالضبط مثل ما احنا شايفين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تمام والخيار الرابع والاخير عندي هون في more settings هتلاقي انه يعني vertical صار عندي الوضع فعفوا نخلي الساهم هذا هيك فبضغط عليه هيك هتلاقيهم تحت بعض اعطاك اياهم هذا كله حسب انت اش بتحب في طريق شغلك كيف انك انت اترتب الartboards عندك بالشكل اللي بيرايحك يعني مش انت مثلا الartboards عكس الاندزاين يعني artboards فيها حرية كبيرة في تحكمك بالشغل يعني اي حدا بيشتغل artboards هو انت بالنهاية بدك تشتغل بالشكل اللي بناسبك لانه بالنهاية هي الاكسبورت واحد يعني هي التصدير للطباع او للانلاين هو واحد لكن هو يعني حسب ما الواحد بحب اذا كانوا صفحات جنب بعض او تحت بعض او فوق بعض تمام اخر اشي حب اشرحه في في النيو ديكومنت عندنا هون لو ضغطنا على مورسي تنجز اللي هي هذا انا لما بلشت اشتغل على هدول كان السهم هذا اللي احنا شايفينه السهم الصغير هذا كان اتجاهه على اليمين مثل ما احنا شايفين فهلا لو انا ضغطت على الشمال هيك فهو صار كأنه خلي الموضوع عندك يعني كأنه عربي انجليزي احنا بالبداية كان عنا تقريبا يعني الترتيب من الشمال لليمين هلا بدو صير بس ضغط على السهم بدو صير الترتيب من اليمين الى الشمال خلينا نشوف نعطيه create document هتلاقي انه هاي صفحة رقم واحد هاي صفحة رقم اثنين هاي صفحة رقم ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمامية تمام نرجع على اول واحد انا فتحته عندي هون تمام خلينا نشوف هلا طريقة الاضافة جدا جدا مهمة هلا انت ممكن تكون شغال مع client او مع عاميل ببروشور 8 صفحات او ببروشور 10 صفحات او 12 صفحة اللي هو فطلب منك انه انه انت هاي الصفحة اللي هي رقم واحد بدها تصير رقم اثنين يعني انت بدك تضيف artboards الجديد والartboards الارتبورد هاي عفوا بدها تصير رقم واحد فانا لو جيت هون عندي ضغطت عليها تمام واخترت اداة الارتبورد تول وضغطت alt عندي هون وسحبت بالاتجاهات تمام وسحبت في الاتجاهات حنلاقي انه هاي الصفحة صارت رقم تسعة واسمها اصلا كوبي انت بتتحكم بالاسم زي ما بدك بس هي را صارت رقم تسعة لكن انا بديها رقم واحد علشان لما انا اعمل اكسبورت للبي دي اف او للصور او اللي هو انه هي تكون رقم واحد كيف انا بدي اعملها رقم واحد هاي جدا مهمة يا شباب وكانت في ناس تعيد الشوال من اول وجديد تعمل نيو ديوكومنت جديد علشان ترجع ترتب الصفحات لكن هون في شغلة جديدة اضافنا يا الستريتر وشغلة كثير كثير حلوة انه هاي الصفحة بديها صفحة رقم واحد تصير بروح على الاسهم هاي اللي حكيت عنها من شوي اللي هي الموف أب تمام لما انت تضغط هيك بالشكل هاد بنلاحظ انه هاي الصفحة اللي كانت رقم تسعة صارت عنا هون رقم واحد صارت رقم واحد تمام يا شباب فهاي جدا مهم ترتيب الصفحات او ترتيب الارت بورد وكثير ناس يعني بحاجتها بشكل يعني مثلا انت هاي الصفحة عندك هون رقمها ثلاث بدك تضيف صفحة او هاي تصير اربعة او هاي تصير خمسة عادي بالاسهم هاي بتتحكم بالشكل اللي بدك ايه طيب خلينا بس احكي انا على موضوع سهل اللي هو انه انه انت كيف بدك تسمي الارت بورد او كيف بدك تسمي الصفحة اداة الارت بورد تول لو ضغط عليها دبل كليك دبل كليك في الماوس هيعطيك هون الاسم يعني مثلا انا لو سميتها فيصل واحد هتلاقيها صارت صفحة رقم واحد وهذا حلو كثير في موضوع اكسبورت الجبك او اكسبورت البيانجي يعني اذا انت بتكت تصدر صور من الالستريتر هتلاقي اخد اسم الصفحة فانا لو سميتها هاي فيصل واحد رح الاقيها طلعت عندي هون على البرنامج باسم فيصل واحد وهاي ممكن انت برضو تسميها بالاسم بالدكية حسب فيصل نين تمام اوكي طيب خلينا هلأ برضو نشرح اشي كتير حلو ومهم اللي هو اداة الارت بورد تول في الالستريتر طيب هلا انا مجرد اضغط عليها وهو بيعمل لك select على احد الصفحات اللي انت كنت اصلا محددها بالسهم الاسودة طيب لو ضغطنا على احد الصفحات اول شي رح تلاقيه طلع لك هون فوق عندك في المينيو بار طلع اللي هو حجم الصفحة الازاحة تاعتها عندك هون الoption لو ضغطت يعطيك الoption اللي احنا عملنا من ال double click وولنام وحذف اذا بدك تحذفها ونيو ارت بورد وعطاك الخصائص تاعتها طيب لو انا ضغطت double click عليها شوفي هون عندي شغلات انا ممكن استفيد منها كتير بشغلي أول شيء هنا أقيل لك أنه عندك شو سنتر مارك شو هي شو سنتر مارك لو ضغطت لو عملت تشك عليها وعملت أوكي شو راح يعطيني راح يعطيني السهم هذا اللي إحنا شايفينه في النص أو الشكل المصلب أو الزائد هذا هيعطيني في النص هذا بكون عبارة عن قايد وهمي لإلك في الشغل ممكن أنت تستفيد منه وممكن أن تستفيدش حسب اللي بناسبك طيب لو ضغطنا كمان مرة دابلك لك وشفنا الخيار اللي تحته اللي هو شو كروس هيرس هاي حلوة هاي حلوة يا شباب هاد أعطاني لما اخترتها أعطاني اللي هو زي ما تحكي أنه أسملك الأرت بورد أو أعطاك السنتر أو المراكز الصحيحة لإله هاي ممكن يفيدني أنه أنا مثلا عندي فتحت مستطيل أو خلينا نحكي فتحت مربع أو هي كانت عندك صورة كيف ممكن أنا أستفيد منه ممكن أنه أنت هيك مجرد تجد تحط هيك وتسنتر بالأسهم حتلاقي أنه أعطاك السنتر تاعي صفحة بشكل مبسط وبشكل سريع ولو أنا سحبت قايد من هون أخدت لاين حطيته هون في النص وعملت كمان لاين هيك برضو هون سهل علي إني أنا أعرف أبعاد الأرت بورد أو أعرف النقطة المركزية لإلها طيب تمام وهلا إذا أنت بدك تلغيهم برضو double click وبتضغط هون هاي show video save areas هاي للناس اللي بتشتغل فيديو هو بقسم لك هي حسب أبعاد الصفحة لكن أنه أنا بشرح موضوع بشتغل قاعد بالسنتي فموضوع الطباعة أو موضوع الكتب أو الصفحات أو البرشورات فأنا شغل بالسنتي هلأ هيدا ممكن الفيديو للناس اللي بتشتغل أبعاد للفيديو على الإلستريتر عشان يتصدر خلينا نحكي البريمير والأفتر إفكت طيب هذا كان أهم إشي بالبعدات الأرت بورد تول أنه أنا أضغط عليها double click شو ممكن يعمل لهذا الحكي طيب هون الكستم هي أنا عامل القياس الصفحة عشرين بعشرين هون ممكن أنت بأي وقت تتغير قياس الصفحات بالإلستريتر وهلأ أنا راح أشرح كمان كيف أنا بقدر أضيف صفحة بالsize اللي بدية حسب طبيعة شغلك لو أنا ضغط عليها A4 راح تلاقيها أنه هاي الصفحة لحالها صارت A4 فهي طلعت معك بالشكل هلتا كل اللي عليك أنك تتحركها وتبعدها فالحلو بالأرت بورد بالإلستريتر كثير كثير شغل سهل الشغل ويعني مختلف شكل كليا على الاندزاني الناس اللي بتقولك إزي الاندزاني لا هو بعيد بشكل كلي على الاندزاني أن أنت تطلع فاتح لك بتروح بالصفحة بتحكم فيها وين ما أنت بدك طيب تمام بس ألغطت الفيديو هاي أوكي هلا لو شفنا شغلة عندي هون لما أنا ضغطت على اخترت الأداة الأرت بورد تول وروح تلاقي أنه طلع عندك هون ما طلع عندك اللي هو الـ document setup فعلها في طيب هي شو اختصارها لو أنت فيه اختصار للأرت بورد عشان تتحكم مثلا مثلا أنت كنت شغال بالصانتي بدك تخلي الأرت بورد يشتغل معك بالمليمتر أو بالبيكسل زي الناس اللي تشتغل الادابتاشنز والأمور هاي فتضغط command alt حرف P من people أو لأجهزة الويندوز اللي هي control alt حرف P من people راح راح يطلع لك الـ document setup وهي من قائمة فايل أتوقع بتروح هون هتلاقيها document setup هاي الاختصار اللي حكينا عنه لو ضغطنا عليه هيطلع لك طيب هلا هذا الموضوع شرح لـ document setup إنه أنا كيف ممكن أستفيد منها طيب أول إشي عندي هون البليد البليد جدا مهم لأنه إنت لما بدك تصدر أنا شارحه كثير شرحته في الـ Illustrator شرحته في الـ InDesign عندي هون في القناة فإنت بتقدر تتعرف على موضوع البليد فإذا أنت بدك البليد للي زيادة للقص أو للقط عند الطبعة ممكن أنت تعطيه مثلا 2 ميلي راح تلاقي وإذا أعطيته OK راح تلاقي يطلع لك هي بالشكل باللون الأحمر لكل الصفحات فإنت بتتحكم هلا في الـ Document Setup هاي لكل صفحات الإلستريتر يعني ما بتقدر أنه مثلا هاي الصفحة بديها بالسانطي وهي بديها بالميلي لا تمام نرجع نختارها نشوف مع بعض هلا قلنا أنه هاي اللي بليد تمام وهون عندي اللي هو الـ Grade Size اللي هو Medium أو Small يعني أبعاد الصفحة وعندي هون اللي هو الـ Color تاع الصفحة نفسها يعني مثلا لو عملته Dark قلت له OK مش هيبين معك الكثير اللي هو هاد اللي خلني نحكي الـ Spacing اللي بين الصفحات تمام هلي Light متل مكان أحسن يعني هذا هو كان الأهم شي موجود في الـ Document Setup لكن أهم شغلة هي الـ Units عندي أنا كيف ناس مثلا أنت فتحت File Illustrator من حدا معين وحابب أنك تعدل عليه فلاقيت عندك الإعدادات تعاطب الـ Pixels كثير ممكن أنت تروح على الـ Preferences على General في Illustrator و لما أنت هنا تروح على الـ Units عندك و بدك تغير يكون بالبيكسل تحول الصنط تلاقي ما تغير بعض القياسات يعني مثلا قياس الـ Artboard نفسه بتلاقي يضل في الـ Pixels فأنت بتضغط Command Alt حرف P أو من File و عملت بيكسل راح تلاقي انه الإعدادات مثل ما احنا شايفين الـ 2 ميلي صارت عندي تقريبا 6 بيكسل فتعطي أوكي راح تلاقي برضو فوق هون صار قياساته في الـ Pixels بتفتح زي هيك و عادي و هيك و بتحط بالطول و كل صفحة متل ما حكينا إلها size أو إلها قياس ثابت أنت ممكن تتحكم فيه فأنا ممكن إذا أنا عملت رجعته سانتي هون و شلت البليد بتقدر في أي وقت تشلي بديد أعطيته 0 هون بعدين أعطيته أوكي تمام تلاقي انه هون الصفحات عندي اشي بالطول اشي بالعرض حسب طيب هلأ في شغلة حلوة اللي هي اختصار الـ Artboard نفسها اللي هي shift حرف الـ O بيطبق لك إياها و مجرد ما أنت تضغط على الصفحة بتقدر تتحكم فيها فلو أنه هاي الصفحة والله بدي إياها مثلا خلينا نحكي 10 في 20 تلاقيه كسار هلأ في شغلة حاب أحكيها والله أنا مثلا بكون عندي الـ Design برا الـ Artboard نفسه في طريقة اختصار هذا يعني كثير كثير حلو كثير بسرع عليك الموضوع يعني بس أحكيه أشرحه هون Color نغير اللون نحط اللون أجمل من هيك يعني قلنا له مثلا اللون الأقدر مثلا على فرض يا شباب إنه هذا الـ Visual تاعك أو هذا اللي هو الـ Design تاعك طيب بديك تفتح Design بديك تفتح Artboard للـ Design هات طيب هلأ لو أنت روحت هون و بديك تروح على ترانسفورم وتلاقي مثلا إنه هو والله إياسه 48 خلينا بس أضبط إياسته في 30 أنا ليش أغلب حالي أروح مثلا أفتح صفحة زي هيك أو Artboard وأعمل الصفحة نفسها 48 في 30 وبعدين أمسك الـ Design وإذا كان فيه ماسكات راح شوي يغلبني وأعود أسنتر فيه بنفس الـ Artboard هيك راح تلاقي غلبة فكتير فيه شغلة حلوة ومختصرة جدا بس مجرد ما الـ Design متل ما أنت شايف ويك قدامك بس اختار أدارة الـ Artboard tool وإضغط على نفس الـ Design حتلاقي عمل لك صفحة لحل شايفين ما أحلها كثير كثير سهلة وكثير رائعة وكثير يعني بتسهل بالشغل وبتسرع في عملية يعني كثير منت مرات بيجيك مثلا أربع أربع قلينا نحكي أربع تصميم أو أربع ديزاينات وحب تحطهم بفايل إلستريتر واحد وكل فايل كل ديزاين حب تعمله Artboard فأنا ليش أفتح Artboard وأعادها لا أنت بس مجرد إشي بدك تعمل له Artboard بس بأداة الـ Artboard نفسها بضغط على نفس الـ Visual وبيصير عندي Artboard خاص بشكلها طيب هلأ أفرض أنه هاي الصفحات اللي عندي أنا كي بدي أعارف عددها مثل ما قلنا من روح على في قائمة ويندو على Artboard سيحتقي أعطاك كل الصفحات طيب ولو ضغطنا على الصفحة من هون على الاسم تقدر أنت برضو تتحكم فيه وستلاحظنا أنه مالله أنا بدي أروح على صفحة على Artboard أربعة بس بضغط هون لحاله double click بيوديني على صفحة رقم أربعة فهاي قائمة Artboard من الويندو جدا مهمة وجدا أنت يعني بتسهل عليك طيب هلأ هون اللي هي اللي هي اللي أنا بدي أعمل صفحة جديدة اللي هي New Artboard لو ضغطنا عليها راح تلاقي بيرتب لك الصفحات أو بيضيف لك صفحة جديدة حسب أبعاد هذا الـ Document Illustrator نفسه يعني أنا مثلا كانت عندي هاي أخر صفحة بس هو ما أعطاني هون ليش ما أعطاني هون الأسباب أول سبب أنه أنا هاي الصفحة ضفتها بشكل عشوائي يعني ما ما عملت لها الـ Size اللي كان إذا بتذكروا من بداية ما فتحنا الـ Document عملنا 20x20 فهو شاف أنه خلص الصفحات عنده 20x20 فهو أعطاني آخر واحدة اللي هي رقم خمسة أعطاني إياها رتب لي إياها بالشكل هذا بعد الصفحة هاي لعني أنا كن ضغط على الصفحة هاي طيب لو أنت ضغطت مثلا على صفحة 15 وان هي صفحة 16 أفوان اللي هي تاعت الـ Visual هاد أو Design هاد وقلت له Create a new هيعطيك إياها هذا الشكل الحلو هيعطيك إياها بعد آخر صفحة أنت ضغط عليها تمام يعني مثلا أنا ضغط على صفحة 2 وبدي يعطيني صفحة بعد صفحة 2 فلما أقول له هيك أعطاني إياها جنبها ورتب لي الصفحات متل ما إحنا شايفين تمام فإذا لاحظتوا شباب موضوع الأرتبورد في الإلستريتر جدا جدا مهم ممكن أنا طولت شوي بشرحه بس هو صراحة يعني بفيد كثير بالشغل وسهل كثير واختصر جزء كبير من الناس اللي كانت تشطر تروح تشطر على الإنجزان يعني إلا أنت حرية لإلك تشطر على الإنجزان في النهاية أنا زبون بدي أشوف شغل لكن اختصر كثير موضوع الأرتبورد لما ضغفوه أدوبي وطبعا لما نضاف على الإلستريتر عن جد نضاف بلمسة أدوبي يعني نضاف بشكل احترافي يعني مش نضاف إنه والله هو صار زال الإنجزان صفحات لا نضاف أرتبورد يعني أنا بتحكم مثل ما احنا شفنا في الفيديو بشكل رائع جدا وبسيط ومزهل يعني هذا كان تقريبا أو حبيت أشرحه بشكل تفصيلي موضوع الأرتبورد يعني بتمنى أن الجميع كان استفاد لو حابب تسأل أي سؤال يرد تكتبلي في التعليقات وأنا إن شاء الله رح أرد عليكم شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة